نوريا المالكي رجاءً أعرض لنا حديثه وهو يعترض على حفلة محمد رمضان حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود كيف استساغت الأمة هذا وكيف سكت الأحرار هل سيقولون هذا مسؤولية الحكومة نعم الحكومة مسؤولة ولكن هذه المسؤولية الأكبر على الحكومة الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور ولكن هذه مسؤوليتنا نحن هو هكذا يقول ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا يذكرنا هذا بالمكالمة التي عرضتها عليكم قبل قليل حينما تحدث الشخص التونسي المتصل بياسين المفرج عن الراقصات المحترمات ألا تلاحظون أن المنطق هو هو في مؤسسة الكوثر يرحب بالراقصات المحترمات وفي حكومة المالك يرحب كذلك بأصحاب الفن الحقيقي رجاءً أعيد مرة أخرى بث فيديو المالك حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود كيف استساغت الأمة هذا وكيف سكت الأحرار هل سيقولون هذا مسؤولية الحكومة نعم الحكومة مسؤولة ولكن هذه المسؤولية الأكبر ليس على الحكومة الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور ولكن هذه مسؤوليتنا نحن هو يستمر في كلامه حينما يقول ولكن هذه مسؤوليتنا نحن يقول الحركيون العلماء زعماء المجتمع يستمر في كلامه أنا أقول للمالك في أيام حكومتك لو أن أحدا اعترض على مثل هذه الأفعال ماذا ستقولون عن حزب الدعوة حزب الكذب والنفاق والدجل ماذا سيقولون عنه سيصفونه بأنه عميل ما أنت في أيام حكومتك فعلت ما هو أسوأ مما فعلته حكومة مصطفى الكاظمي رجاء أعرضوا لنا صورة صورتين من حفلة مادلين مطر المغنية اللبنانية المتعرية التي جاءت برعاية نور المالك أتمنى عليكم أن تقرأوا كتابة اليافطة التي خلفها اعرضوا لنا الصورة الأولى اليافطة التي خلفها ماذا تقول هذه الحفلة برعاية نور المالك يبدو أن مادلين مطر في نظر نور المالك من أصحاب الفن الحقيقي هكذا يضحك عليكم يا أيها الشيعة المضحكة يا أيها الشيعة المسخرة هكذا يضحك عليكم رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية الكلام هو هو برعاية رئيس الوزراء نور المالك فأين كنتم يا أيها الخطباء يا أيها الشعراء يا أيها الرواديد يا أيها المهاويل الأكثر فسادا أن تتعرى مادلين مطر ومع من؟ مع المسؤولين سأعرض لكم الفيديوات وهناك من كوادر حزب الدعوة من يقدم الجوائز في هذا الاحتفال ستشاهدون صلاح عبد الرزاق الذي كان محافظا لبغداد وهو من كوادر حزب الدعوة ومن الدائرة القريبة من نور المالك رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول الذي هو تقرير من قناة الحرة عراق حضورا عربي لافت للفنانين في عيد الصحافة العراقية الثالث والاربعين بعد المئة على حداق الزوراء حيث قبلوا بحفاوة رسمية وشعبية المطربة اللبنانية مادلين مطر أشعلت ليلة الزوراء بالغناء وهي تطالب الجمهور بالزغرودة العراقية المميزة حيا الله أهل بغداد والعراق أهل وسهل بجميع وين الزلغوط سماء حدائق الزوراء اشتعلت بالألعاب النارية البريئة حيث ساهمت الصحافة العراقية اعتبرت عيدها يوم فرح واستراحة محارب وهي تستمع للطرب العربي الأصيل بعد إبراهيم الحرة بعد هذه الحفلة كانت في يوم الجمعة أيضا في يوم الجمعة يبدو أنهم يختارون أيام الجمعة حفلة الأتراكي الأتراكي في مؤسسة الكوثر بحسب الحجز في أيام الجمعات حفلة محمد رمضان في يوم الجمعة في ولادة العقيلة وهذه الحفلة أيضا في يوم الجمعة تسعة وعشرين ستة الفين واثنعاش في التاسع من شهر شعبان الف أربعمائة وثلاثة وثلاثين هجر قمري أيام ولادات الأئمة لا يوجد فارق بين أيام الشهادات وبين أيام الولادات في ضوء أجواء المرجعية السستانية وفي ضوء أجواء الأحزاب السستانية التي تحكم العراق إنها حكومة السستاني رجاء اعرضوا لنا فيديو آخر نحن حذفنا الصوت جعلناه فيديو سستانية على الطريقة السستانية حذفنا صوت مادلين مطار مثلما يفعل السستاني حينما ينشر للشيعة فيديو يظهر هو فيه من دون صوت التزاما بتعاليم المرجعية الرشيدة التزامنا بتعاليم المرجعية الرشيدة وسنخرج لكم الفيديو من دون صوت رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الصاموط اللاموط ترجمة نانسي قنقر 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 ما هو الفارق بينما شاهدناه في مؤسسة الكوثر برعاية مرتضى الكشميري تحت خيمة السيستاني وابنه محمد رضا وما شاهدناه في حفلة مادلين مطار التي هي برعاية نور المالكي الذي هو منصب من قبل السيستاني ومن قبل ولده محمد رضا ما هو الفارق بين كل ذلك وما جرى في حفلة محمد رمضان الذي هو في رعاية حكومة مصطفى الكاظمي وحمايته لكن لا بد أن نكون منصفين فإن حفلة محمد رمضان لم تكن فيه يافطة برعاية مصطفى الكاظمي مثلما كانت حفلة مادلين مطار وقد كتب بالخط العريض من أن الحفلة برعاية رئيس الوزراء نور المالكي لكن ما هو الفارق بين كل ذلك؟ رجاء أعيد فيديو المالكي وهو يعترض على محمد رمضان وقارنوا بين كلامه وبين الذي عرض في فيديوات مادلين مطار حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود ويحتضن كيف استساغت الأمة هذا وكيف سكت الأحرار هل سيقولون هذا مسؤولية الحكومة؟ نعم الحكومة مسؤولة ولكن هذه المسؤولية الأكبر ليس على الحكومة الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور ولكن هذه مسؤوليتنا نحن يا أبو إسراء حينما يتحدث الأحرار في قنواتك في قنوات الكذب والدجل تقول عن الأحرار إنهم ماسونيون هذا هو كذبك ودجلك الذي نعرفه عن حزب الدعوة حزب الكذب والدجل هذه الحقائق بين أيديكم